موسيقى الدير الأحمر والدير الأبيض حقاً واحدة منسطرة وثوة المنسطرة هم والاثنين كانوا في المنسطرة واحدة منسطرة ولكن الآن واحدة منسطرة كما تفكر موسيقى فوق المرارة شكراً بإمكان uwagę شكراً موسيقى شكراً الأدول الموجودة في سهاج ترجع إلى القدن الرابعي الميلادي من أهم الأدول الموجودة على مستوى الجمهورية مصر العربية كلها ولها الأهمية التاريخية الدير الأحمر والدير الأبيض بسهاج الفنس الأولة بتاع القرن الثالث الميلادي تبنى بعيدا لو الق árفل عايش الأنبة بشي فترة و معهم حلية ثلاثين راهب بعد نياحت الأنبا بيجول في 383 ميلادية كان الأنبا شنودة سنه 50 سنة فبنى الكنيسة التانية بالحجر الأبيض عشان يميزها عن الدير لعن الأحمر وبيجي هما والإتنين كنيستين في دير واحد الأنبا شنودة كان بيستعمل بعض من الحجارة الفرعونية اللي كانت في معبد أتريبس وبعض المعابد المجورة للدير وكان يبني بيها أجزاء من الدير الأبيض هندخل جوا في الكنيسة وهنلاقي صورة اسمها صورة البنتوكراتور ودي رسمت في القرن من العاشر للقرن الثلاثتاشر الميلادي في الحينية الجنوبية صورة الصليب أو الغطاء ودي رسمت في القرن من العاشر للقرن الثلاثتاشر الميلادي والأيقونة بتقول إننا المسيح المسلوب واللي كان في القبر ومش موجود في الأبرال العصيبين وقائمين بين الأموات هلاقي الديرة وشايلينها تلين ملايكة طبعاً الديرة بترمز لربنا غير محدود كان دايماً في كل الدير بيبقى في حصن على أساس إن الأباء رهبان لما تحصل أي هجوم عليهم بيستخبوا فيه الحصن ده قاعد فيه البابا كورولوس السادس لما كان اسمه أبونا مينة المتواحد وكان حب الأب البتريرك في ذلك الزمان أن يرسمه أسقفاً فهو ما حبش ياخد هذه الردبة فجاء في الصعيد هنا وأقام فترة من الزمان وبعد كده راجح تاني وربنا اختاروا يقود الكنيسة في الفترة لما بيئ فيها بتريرك الملكة هلانة أم المرة قسطنطين حين بنت كنيسة القيامة ولما جد بنت الكنيسة هنا فبنت الكنيسة اللي هنا شارك الكنيسة القيامة أثناء موسم الحفاير كان فيه حفاير في الدير الأبيض في المنطقة اللي فوق فهما أثناء ما هم شغالين وجدوا أكثر من 1400 قطعة زهبية للملكة هلانة كانت رصداهم للدير الأحمر وهما حالياً دلوقتي معرضين في المتحف القبطي في القهرة والجزء أعتقد المتبقي أعتقد أنه هو يتعرض في المتحف بتاع سوهاجل اللي هو قريب هيتفتح له طبعاً ويعتبر أن أقدم واحد دخل في المتحف تنسكوا الدير الأحمر نظر لأن الكنيسة كانت شبه أن هي تسقط فدخلت في 2002 وابتدى يحصل تنظيم وابتدى الحفاظ عليه أن طبعاً المركز البحث الأمريكي يبتد يهتم بالدير ده اهتمام غير عادل هذا المركز الأمريكي في المتحف التنسكي في 2002 ويهتم تقلق على سطح الأمريكي في المتحف التنسكي ومجراء المتحف التنسكيين من الكنيسات أمريكي والتي تعمل هنا ويأتي كل عام من ذلك منذ تأتي أعود ويأتي تقلق في المتحف التنسكي في 2014 مركز الأمريكي للترميم مشكر إنهم كلفوا 30 مليون دولار عشان يشتغلوا في تهيلك الهيكل الأسري تحت عنوان بنظفه بس أيقونة أمبة شنودة من القرن العاشر ميلاد في أيقونة للستطر عدر بتردع ووجدت ضد واحد اسم أطاخي كهرتقة فبيرد على الهرتقة فرد بأيقونة وطبعا هذا هو العجب في تاريخ الآباء القدامة إنه ما بيردش في كتاب الكتاب ممكن يضيعه لكن بيرده في الحيطة في أيقونة تانية أيقونة الترينتي عمل كده فيها ومعناها ثلاثة في واحد قاب ابن روح قدس إله واحد آمين الثلاثة دول الحرف ده حرف الألفة في الجبتي والحرف ده حرف الأمجة يعني أنا الأول والأخير أيقونة الموجودة في الشرج أيقونة السيد المسيح على كرس العرش رافع يده للبركة وبيجي الدير الأحمر كنيسته شكل كنيست القيامة بالزبط الأيقونة بتاعة السيد العدر بنتردع دي موجودة في كنيست القيامة موجودة هنا وآدن فيه هنا صليب الحجين دول موجودين في كنيست القيامة وفي كنيست ديل الأحمر بس The paintings inside the church the best preserved paintings of their time from the 6th, 7th centuries and it's now the only place in Egypt and I think the art historians say the only place in the eastern Mediterranean world where you can actually walk into a church of the 6th century and see what it would have looked like painted it's a remarkable preservation of a very ancient church here in Egypt جالوا من عشر السنين إن أيقونات الدير الأحمر زي أيقونات سانت كاتيرين لكن طلع بعد كده إن أيقونات سانت كاتيرين منجولة من روسيا لكن أما الأيقونات دير الأحمر دي أوريجينال أما الأيقونات دير الأحمر بسكتيرين أما الأيقونات دير الأحمر بسكتيرين نظر بسكتيرين أنجمة في ساة أتبخال سخطر بسكتيرين دير الأحمر بسكتيرين كما أنجمة في الساة ساحرة أمور بسكتيرين مبيل من الأعضاء من المريء من Cara Okay to move out into the nave of the Church which is this large open courtyard. As it started, it was very much a focus on the monument. But as it developed, it became much more of a community-orientated project. This was the venue for a project which was aimed at bringing people into understanding the value and significance of their own heritage. في كنيسة الشهيد العظيم باسخيرون الجليني وهي كنيسة جديدة حبينا أن نحتفظ بالأيقونات الأسرية فمعظم الأيقونات الموجودة في الكنيسة الأسرية اتنجلت في كنيسة الشهيد باسخيرون مثلاً أيقونة البشارة ست العدل وملك جبرايل الملك مخييل أمبى بشاي وأمبى بجول فحمل الأيقونات الموجود نقلنا كل الدوكوريشن الموجودة علشان ما فيش أعظم من الأيقونات الموجودة في القرون الأولى ترجمة نانسي قنقر